ولك شو هاد؟ هيا حلوين كيف نعمل ايلانر للعين الزاحظة؟ تعالوا عليكم كيف؟ اكيد ناخد قلم كحل اساس العين الزاحظة انه نحن ما نطلع برات العين كتير لانه رح يعطيها جحوز اكتر فايلانر من فوق العين او من تحت العين رح يعطيها كبر زيادة عن اللزوم لانه نحاول نصغر البياض بانه نضيف اللون الاسود بقلب العين يعني السر البسيط انه نحن نغمع العين من جوه هذا الشيء رح يعطي الظل قوي ونفس الوقت رح يغمع العين من جوه فبيصغر البياض وهذا الشي بيعطينا مساحة اكتر للعين من ناحية الطول وليس من ناحية الزحوز فهمتوا عليا؟ رحش عشي حيكون ايها كتير تمام يعني بالمختصر عيون الزاحظة ما بيلبقى لالايلانر الفوق العين العريض بيلبقى لالايلانر المزحوب مع الرمش فمتل ما شفت تحتنا قلب العين كحل مديناء على طول الرمش والمدمع كمان وبنرجع الآن على الايلانر مشان نمده صح من برات العين بناخد من تحت الرمش مثل ما كون شايفين ومنمده لبرة وكل مكان الايلانر رفيع وخط بسيط كل مكان احلى لعين الزاحظة مثل ما كون شايفين لانه ما بيعطي سماكي ابدا للايلانر ما بيطلع اوفر منعبي من داخل الرمش وليس من خارجه ومنطلع فيه فبتحسوا بسر فيه تناسق وتوازي بين مدمع العين وبين الايلانر فبيعطي منظر بطول العين وليس بالعرض وفي حال كانت العين جاهزة ومسحوبة يفضل ما كتير تسحب الايلانر يعني تتركه بشكل عام يعني على الخفيف سواء كان من المدمع ولا بالنهاية تمام؟ فالسر انه نحن نبلش من داخل العين ونطلع لبرة وليس من برات العين يعني سر خفيف ونظيف بسيط لترسمه ايلانر كتير حلو وخاصة للعيون فيها الزاحظة تمام؟ ما اخذ بعين الاعتبار ان عيوني غيره وليست جاهزة فتبعوا التكنيك بالخطوات تمام؟ كل واحد حسب شكل العين بيطلع معه ايلانر مختلف ولكن هاي الاساس للعيون الزاحظة شو رأيكم يا حلوين بالتعليقات اه متل ما اكون شايفين رسلنا الان العفكرة كتير حلو ومعه المش بيجنن شو رأيكم؟